اشتركوا في القناة وسألتني ازاي ممكن تتغلب على الخوف ده وازاي انها تحضر الاجتماعات وتتكلم بكل ثقة طبعا الاجتماعات جزء لا يتجزأ من بيئة العمل حتى بعد ما انتقلنا للwork from home وابتدينا نشتغل من البيت في اماكن كتيرة جدا جدا حولين العالم برضو لازلنا بنجتمع ولازلنا بنتقابل مع زملاء العمل مع مدرقنا علشان نتكلم ونناقش حاجات وبما ان الاجتماعات جزء لا يتجزأ من بيئة العمل فاحنا لازم نستغلها علشان نظهر براعتنا نظهر مهاراتنا نظهر المهارات اللي هي خاصة ان احنا نقدر نفكر خارج الصندوق ان احنا ممكن نكون عندنا نوع من الابداع او الابتكار او عندنا قدرة على التوصل لحلول لمشكلات متعلقة بالعمل في احصائية طريفة جدا ان اي موظف بيقضي تلت الاسبوع اسبوع العمل في اجتماعات وده يعني ميزة وعيب الميزة ان احنا بنقدر نتعرف على زميلنا نقدر نتكلم نقدر نبني علاقات مع مدرقنا ومع زميلنا العيب طبعا انه ممكن يكون مضيعة للوقت وناس كتير قوي بتعمل الاجتماعات دي علشان تأكت بيزي علشان تمثل انها مشغولة علشان تمثل انهم بيشتغلوا وبيعملوا حاجات طبعا المدير عليه دور كبير جدا جدا في ان هو يقنن الاجتماعات ويدرها بحيث ان هي فعلا تحقق استفادة علشان كده انا مثلا لما برتب لأي اجتماع بحط له وقت معين وبقول هنبتدي ساعة كذا وهننتهي الساعة كذا وعادة الاجتماع عمري ما بطوله عن ساعة ابدا وانا شخصيا عمري ما بعمل اكتر من اجتماعين في اليوم الواحد لكن تركيزنا النهاردة على دوري انا كموظف او موظفة او شخص لي كرير ازاي اتكلم في الاجتماعات بثقة ازاي استغل الاجتماعات وكأنها منصة علشان اقدر استعرض مواهبي واوطد وضعي في الشركة او في المكان المؤسسة اللي انا بشتغل فيها النقطة الاولانية هي الاستعداد اي اجتماع بنعرف عنه بيكون له اجندة لازم اقرأ الاجندة كويس لازم اعرف ايه الموضوعات اللي هنقشها لازم كمان اعرف مين الناس الحضرة في هذا الاجتماع او اللي هيحضروا الاجتماع دو وافكر كده بيني وبين نفسي يا ترى هدف كل شخص في الاجتماع ايه المدير لما بيعمل اجتماع لموظفينه بيبقى عايز افكار بيبقى عايز اقتراحات بيبقى عايز يعرض عليهم مشكلة ما او موضوع ما علشان يدرسوه علشان يقولوله مقترحتهم لازم اعرف او احاول ان انا ادرك المدير او المديرة في الاجتماع ده عايزين يوصله لايه لو هو فريق عمل يا ترى فريق العمل عايز يحقق ايه بنهاية هذا الاجتماع لان الاجتماع لن يكون ناجح لو ما حققناش الهدف منه لو احنا عايزين نتوصل لحل لمشكلة لو احنا عايزين نحط خطة لو احنا عايزين نعمل برينستورمينج او بيسموه بالعربي العصف الذهني ان احنا نحط اقتراحتنا على الترابيزة ونجيب اكبر عدد من الافكار دي كلها حاجات لما يجيني دعوة الاجتماع او يتقلي احنا عندنا اجتماعي الساعة كذا هنناقش ايه مين اللي هيكون حاضرين فيه يا ترى ايه الهدف النهائي في الاجتماع ويا ترى هل انا ليا انبوت هل انا عندي فكرة معينة هل انا عندي موضوع معين ممكن افتحه واناقش فيه النقطة التانية بقى هي البروفا ان انا اعمل كاني الممثلين مثلا بيدخلوا في بروفات كتيرة جدا جدا قبل ما بيطلعوا للجمهور او يمثلوا مشهد من المشاهد ومش الممثلين بس السياسيين كمان بيكتبوا الخطب بتاعتهم مسبقا حتى السياسيين اللي معروف عنهم انهم بيتكلموا ارتجالي برضو بيكون مجهزين نفسهم مسبقا وبيعملوا بروفا وبيمرسوا وبيتكلموا ويحضروا نفسهم لالاجتماع اللي هيدخلوه او للمؤتمر الصحفي اللي هيدخلوه احنا كمان ممكن نستفيد من الموضوع دو بان احنا نعمل لنفسنا بروفا طلع نفسنا في قضافاتية نبتدي نتكلم بصوت عالي مش لازم عالي قوي ونقرأ النقاط اللي احنا عايزين نناقشها بصوت عالي والافكار اللي انا اعايز اقولها بصوت عالي بحيث ان ما تبقاش الافكار دي طلع مني او بفكر فيها لأول مرة وانا في الاجتماع وده يمكن حيكون استراتيجية كويسة جدا عشان نتغلب على ثقاتنا في نفسنا لما اقول الكلام قبل كده مش هكون متردد مش هكون بفكر في الالفاظ اللي انا بستخدمها مش هكون بفكر في الافكار اللي انا محتاج اقولها ده ما يمنعش انه ممكن اسناء الاجتماع تجيني فكرة ولكن البروفا اللي انا هعملها دي هتهيأني نفسيا وهتزود مهارتي في ان انا اتكلم بطلاقة عن الافكار بتاعتي او المقترحات بتاعتي النقطة التالتة هي الايجاز ويمكن انا يعني عندي مشكلة في ان انا اوجز يعني اذا مرتبتش افكاري مسبقا ممكن اعود اتكلم في الموضوع بالساعات الطويلة لان انا قارئة وعندي معلومات حاضرة احيانا ممكن استحضر معلومات من اليمين ومن الشمال ولكن في الاجتماعات المهنية وفي جو العمل الايجاز احسن لان الناس قدرتها الاستيعابية محدودة وقدرتها على التركيز محدودة ويقال ان لو اول 8 ثواني من حوارنا مشددش الشخص اللي احنا بنتحاور معاه حيفصل مننا مش هيسمع لباقي كلامنا فنحاول ان احنا نحط فكرتنا في الاول وبعد كده نشرحها بعدين الاستعداد المسبق وان انا اكتب نقاط محددة قدامي قبل ما ادخل الاجتماع ده هيساعدني على ان انا اكون موجزة ويكون كلامي مركز على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النقطة الرابعة هي اللي بسميها الرقابة الذاتية احيانا بنكون جوانا افكار كتيرة جدا جدا وتساؤلات يا ترى الفكرة بتاعتي دي كويسة ولا مش كويسة يا ترى مقبولة ولا مش مقبولة يا ترى انا لو اتكلمت وقلت الفكرة دي الناس هتسخر مني ولا لأ بيبقى فيه كده نوع من الحوار والملامة الذاتية حتى قبل منطق وقبل ما اتكلم فاحنا لازم نتجنب هذا اللوم الداخلي اللي بيقلل من قيمة افكارنا ويمكن ده يدخلني في حاجة اسمها امبوستر سندروم او عقدة المدعي ان فيه ناس مننا بيحسوا ان انا مش جدير بالمكان اللي انا فيه او ان انا مش مالي مركزي او ان انا ما عنديش المعلومات الكافية رغم ان عندي المعلومات الكافية رغم ان انا فاهم اللي انا بشتغل فيه ولكن هذه الملامة الداخلية وهذا اللوم الداخلي هو اللي بيحطني هو اللي بيزعزع موقفي وبيخليني قدام نفسي مضطرب فلو لقيت ان انا بلوم نفسي بقول انت هتقول الكلام ده ليه لا ما تقولش الكلام ده احسن يعني عيدحكوا عليك يتريقوا عليك يمكن تتلخبط يمكن كلامك ما يكونش كويس او قارد نفسي باشخاص تنين موجودين في الاجتماع عاديين عملين يتكلموا ويعني مسيطرين على الاجتماع وقول انا حاجة فين قدام دول فنبعد شوي عن الملامة الذاتية لان هذه الملامة الذاتية هتمنعني ان انا اتكلم والكلام واللباقة جزء كبير جدا جدا من مهارتنا فيهم بتيجي من الممارسة كلما اتكلمت كلما رفعت صوتي كلما عبرت عن افكاري كلما زادت لبقتي كلما زادت قدرتي على صياغة افكاري صياغة جيدة فنبعد عن الملامة الذاتية النقطة الخامسة هي ان احنا ما نخافش ان احنا نسأل عادة يعني بنخاف ان احنا نسأل ليكون ان احنا مش فاهمين او ان احنا مش عارفين او يبقى فيه تشكيك في قدرتنا او في فهمنا لكن الاسئلة مهمة جدا جدا ولازم على حتى المدراء انهم يشجعوا الموظفين بطاقهم انهم يسألوا الاسئلة ودايما نقول ان جودة الافكار وجودة المناقشة وجودة الحوار بتعتمد على جودة الاسئلة اللي بيسألها المشاركين في هذا الحوار او في هذا النقاش او في هذا الاجتماع وممكن اثناء ما انا بعد نفسي للاجتماع احط لنفسي كذا سؤال الاسئلة دي لو ما سمعتش اجابتها اثناء الاجتماع ممكن اطرحها عشان اخلق نوع من الحوار النقطة السادسة هي ان احنا ما نخافش نكون اول الناس اللي بتتكلم احيانا في مواقف معينة او في اجتماعات او في حوارات بنتحط ان احنا خدنا بالنا من نقطة معينة وتيجي بقى دور الرقابة الذاتية الهدامة اللي تقول لنا يعني الناس دي كلها ما شافتش ما خدتش بالها لا ممكن يكونوا شافوا وخدوا بالهم لكن محتش عنده الشجاعة انه يكون اول واحد يتكلم في النقطة دي ويمكن ده يمكن موقف حصلي ان احنا كنا في اجتماع وكنا بنناقش حاجات معينة وتغيرات معينة هنعملها في الويبسايت الخاصة بالشركة وبعدين انا بصيت في الحضور ولاقيت ان مفيش اي حد من العاملين في الائتي موجود في هذا الاجتماع مع ان اعتقد ان ليهم دور كبير جدا جدا ان المسألة مش مسألة ماركتينج وبس تسويق وبس ولكن في جزء تقني كمان لازم يكونوا موجودين وده اللي فعلا انا قلته وقلت يا جماعة التيم ده كويس وكل حاجة ورائع ولكن احنا ينقصنا عضو مهم جدا جدا ان يكون عندنا ممثل من الائتي اللي ماسك الويبسايت واللي ماسك الويب ادمن وكل الكلام ده وعشان يقول لنا هل الافكار والاحلام اللي احنا بنتكلمها دي قابلة للتحقيق ولا لا ولو قابلة للتحقيق هتاخد كام ميزانية والامكانية شكلها ايه هتاخد وقت قد ايه وساعتها انا لم اخجل ان انا اعبر عن وجهة نظري دي وطبعا المدير يعني عجبته يعني عجبه ان انا تكلمت وان انا قلت ان لأ لازم يكون فيه شخص اخر موجود معانا في الميتنج واثنى على ان انا اتكلمت وان انا خدت بالي وزي المواقف دي مواقف كتيرة لما بنكون على استعداد للاجتماع بيكون فيه نقاط معينة لو النقطة اللي انا عايزة اقولها محدش قالها ما اخفش ان انا اطرح هذا الطرح النقطة السابعة اني ما حاولش اولد افكار جديدة وانا مش قادر او ما عنديش افكار جديدة زي ما في الخطوة السابقة ان لو عندي فكرة جديدة او لو عندي نقطة معينة ما خفش ان انا اثرها كمان لو ما عنديش افكار وما عنديش كلام اقوله برضو ما خفش ان انا اسكت لو اجبرت نفسي ان انا اتكلم لمجرد الكلام لمجرد ان يكون لي دور الناس بتاخد بالها الناس اللي احنا بنتعامل معاهم مش اغبية وممكن يطلع كلامنا فكرة مش مدروسة لو يقولله الفكرة كويسة وجاتني يعني خير وبركة اقولها ولكن لو الفكرة يعني ما كانتش قد كده او ما كانش عندي حاجة خالص برضو ما زعلش ان انا ما تكلمتش وبردو ما عملش الملامة الهدامة ان انا اقول انا ما تكلمتش ليه انا ما تكلمتش ليه عادي انا ما عنديش فكرة جديدة ان انا احطها عندكو اسئلة انا ما عنديش اسئلة مفيش اي مشكلة في الموضوع ده النقطة التامنة يمكن مش خاصة بالكلام ولا بالافكار ولكن خاصة بقعدتنا في الميتنج لما بنقعد قعدة معينة ونكربس نفسنا كده ما بنبقاش قادرين ان احنا نتنفس كويس وممكن يطلع الكلام كأني بلهث كأني بنهج فنقعد قعدة كويسة والقعدة كمان الكويسة والقوام المنتصب الجميل بيفيدنا بحاجة تانية انه بيدي اشارات الثقة لمخنا ويمكن طبعا يعني فيه تيت توك مشهور قوي 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 اللي هي وتكلمت عنها حتى وإحنا بنتكلم على مهارات التحفيز الذاتي ان احنا نقف وقفة سوبرمان او وندر وومن اللي هي فيها ثقة فردين دهرهم مش محنيين ومقتبين لا 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 كأن كده خيط شددنا ونقعد بثقة في المكان النقطة التسعة هي سرعة كلامنا انا عندي مشكلة في الموضوع ده وانا لما بتحمس لشيء تلاقيني بتكلم بسرعة وفيه ناس كتير قوي عندها المشكلة ده ان احنا بنتكلم بسرعة لما بنتكلم بسرعة كأننا بنتخانق ممكن يبقى وضعنا فيه اجراشا شوية الحاجة التانية ان الاخرين ما بيقدروش يتابعوا اللي احنا بنقوله وما بيفهموش اللي احنا بنقوله ونص كلامنا بيقع ما بيفهموهوش وبرده مش عايزين ان احنا نتكلم ببطء شديد عشان الناس تنام لازم سرعة كلامنا تكون سرعة وسط بحيث ان اللي قدامنا يقدر يستوعب الكلام اللي احنا بنقوله ويفهم الكلام اللي احنا بنقوله من غير ما احنا نتكلم بسرعة ولا من غير ان احنا نبطأ ويمل مننا وهنا يجي دور الممارسة لو انا مجهز افكاري هقدر اتكلم بسرعة مناسبة للمكان ما عودش اتكلم بسرعة كبيرة قوي او بطيئة قوي النقطة الاخيرة هي اني اقلد الناجحين وده يمكن كان ببدأي من وانا صغيرة جدا لما كنت بشوف او بتعامل مع شخص بيعجبني اسلوبه بيعجبني طريقة حواره بيعجبني كلامه سواء رجل او ست كنت بحب اقلدهم واقلدهم بطريقة برضو تظهر شخصيتي اقلد الخصائص اللي فيهم اللي هي مكنتهم انهم ينجحوا بيوقفوا ازاي بيعودوا ازاي بيتكلموا ازاي بيعرضوا افكارهم ازاي بيتكلموا امتى في الاجتماع في اول الاجتماع ولا في اخر الاجتماع لما بيدخلوا المكان بيحيوا الناس اللي موجودة ازاي اكيد اكيد في حياة كل واحد فينا المهنية او الخاصة قابلنا بعض الاشخاص الناجحين كويس قوي قوي ان احنا ندرسهم ونشوف ونبتدي ندخل هذه العناصر اللي نجحتهم في حياتنا في اسلوبنا في طريقتنا هم دول العشر نقاط اللي انا توصلت اليهم اللي ممكن يزودوا ثقاتنا اثناء الاجتماعات ان احنا نتكلم ونعبر عن انفسنا ولكن النقطة الاخيرة اللي بركز عليها جدا جدا ان احنا كائنات بتتعلم بالممارسة مهما قرينا كتب مهما سمعنا فيديوهات اذا ما اخذناش اللي ارناه وتعلمناه من الكتب والفيديوهات وحطناه في حيز التطبيق مش هنعرفه ومش هنحسن مهاراتنا ابدا علشان كده ممكن نبتدي باجتماعات صغيرة معايا مثلا مع الزملاء واحنا قاعدين ونجهز للاجتماع ده كأننا بنجهز لاجتماع كبير نحضر نفسنا ونحضر النقاط اللي عايزين نتكلم فيها نقعد كويس حتى ولو كان اجتماع مش ونتكلم ونشرح ونحط افكارنا بطريقة مرتبة ومنطقية لما كل يوم نعمل هذه الاجتماعات المصغرة كأنها بروفا لما هيجي اجتماع كبير ومهم هنكون جاهزين ومهيئين ان احنا نستعرض افكارنا ونتكلم وبالتالي الناس المهمة اللي موجودة في الاجتماع ياخدوا بالهم مننا وياخدوا بالهم يعني مستوى كفائتنا ومهارتنا وده ممكن يفتح لنا فرص كبيرة قوي في عملنا ارجو ان فيديو النهار اللي يكون عجبكم ياريت تعملولو لايك وشير واشتركوا في القناة اذا ما كنتوش لسه اشتركتم وياريت تفعلوا زر التنبيهات بكده اليوتيوب هيعرفوا ان انتم حابين هذا المحتوى وعايزين تتفرجوا عليه تاني واشكركم جدا جدا على دعمكم وعلى وجودكم وانا برحب بصداقتكم ياريت لو عندكم اي اسئلة تبعوها لي او تكتبوها لي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله اجاوب عليها اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة